موسيقى السلام عليكم ورحمة الله عزيزينا كل مشاهدين قناة فرنيتشر ارتا وفني الاساس من كل مكان اهلا وسهلا بكم تفويش البوهية بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها طبعا فيه ناس كتير ممكن يحصل معاها الموضوع ده بعد الفلر البطيق وهي بترش البوهية الفرن وفيه ناس كتير ممكن يحصل معاها الموضوع ده وهي لسه بتشتغل في البدايات اول ما بتدي اول وش فلر او اول وش بوهية حيث تشغل اتاخده ده شغل قديم دي وشاش بتركب على طبع مع انتريه طبعا وشاش زان متشطبة قبل كده بوهية دهب كما حضراتكم شايفين بس للأسف يا وغدا ورنيش بنا دي طب كان المفروض في البداية الشغل ده ان احنا بنستخدم العازل معاه او بنستخدم وش بليستر يكتم على الورنيش اللي تحت ده بالفرض ان انت استخدمت الحاجات دي كلها والشغل فوش معاك بالطريقة دي كل حاجة كل حاجة او كل مرحلة في الشغل ممكن تقابلك مشكلة زي دي لها طريقة معاينة في العلاج يعني مثلا لو انا مشطب الشغل ده والجه الشغل كله في لارات بطيقة بالفرض ان انا بقطع شغل الوان لون جنب لون وحصل معايا تفويش زي ده مش هستخدم معاك طريقة اللي انا هعملها دي الوقت اكيد هيكون لها حل تاني انما في الحالة اللي احنا شايفينها قدامنا دي احنا هنستخدم طريقة بدائية جدا وكل الناس عارفها هبدأ ان انا زيل كل الخامات الاديمة دي واشتغل من اول وجديد على نظر اللي هنستخدمه معانا هنا سلك معدني اللي هو سلك الموعين وتمر طرق صح بس انا لما بتكلم على حاجة على القناة او بتكلم في اي معلومة انا بتكلم على حاجة عن تجربة انا الشخصية طبعا كل الطرق صح واي حد بيجرد طريقة صح بس انا بتكلم عن تجربة الشخصية مع حتة الشغل اللي قدامي انا عملت فيه ايه وده اللي هنشوفه مع بعض ان شاء الله في الجديد خليكم معانا وهبدأ ان انا اسقي حتة الشغل بتاعت تمر كده كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه علشان البوهية كلها هتجيب بعضها بنفس الشكل ده كده اشتركوا في القناة 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 هذه طبعا زي ما ترى ما ترى بعد ما نؤ PPT بدأنا ان احنا نقصد حتية الصنفرة لحد ما تقصد في القناة ما ترى هل شايفينه ستعامل معه لكنها slash choy على اللحم لسة ما خدتش اي بوهية موسيقى دي حتة ثانية اتغسلت بالطنر وتنظف كل الورنيش اللي عليها وبعدها تمسك تتغسلت بالصنفرة زي ما انتم شايفين سوف اتعامل معها كأنها حتة ثانية